اخوتي هادشي اللي غادي نشارك معاكم ماشي من اسبانيا ولا السويد ولا الدنمار ولا دولة من الدول الاوروبية هادشي خطير هادشي في المغرب مدرسة فرنسية بمدينة القليطرة تلقن التلاميذ المثلية الجنسية والاساءة لرموز الاسلام يعني هادشي نورمال منتكا هدروا اللي هنا يعني باسبانيا فرنسا دنمارك سويد هاد دول هدي ولكن هادشي عندنا في المغرب وهذا جوابا على بزاف دي الناس اللي كيقول لك وانتو ما مشيتوا عندهم وانتو ما عيش عشتوا معاهم يوذاب انتو ما كتخلصوا الدريبة ديل هادشي وخمف كرو رجعوا بحنا هادشي را عندنا في البلاد وهاد الناس را همشوا بعيد حنا هنا كان هدروا غير على التربية الجنسية وكان قولوا حداري يعني من سيام رمضان ردوا البال من هادي حتيوا من هادي هاد الناس بشو بعيد هاد الناس يعني مشاوا ودخلوا حتى الاساءة لرموز الاسلام مهم اخوتي خلتوا علينا في اللايكات بزاف ما ما بقيتوش كالدعموا هاد القناة فضلا وليس امرا اعطيونا اللايكات ديلكم مرة مرة كان نذكركم ما كان بغيش نظر ولكن كنشوف باللي اعطيونا اللايكات ديلكم ونمجو نشوفو هاد الموصيبة الكحلة الجديدة التي اصابت المغرب اياه يعني كيدررسوا ولادنا يعني الشدود الجنسي وزيد يعني الاساءة للدين الاسلام ولرموز الاسلام خطي المغربة والجالية المغربية في كل مكان السلام الله عليكم وتحية طيبة للجامعة كما قلتكم خطي في المقدمة هاد شي ماشي في دولة الدول الاوروبية بل هاد شي عندنا في المغرب حيث مدرسة فرنسية بالقناة الطيرة بالضبط بمدينة القناة الطيرة يعني هاد شي غير علش كنقولانا يعني هاد شي اللي عندنا في المغرب يعنه هاد الي خرجت الوجود بالي هاد الي انكشف امرواي يعني كننضروا على هاد المدرسة هاد بالي يعني هاد المدرسة تلقين التلاميذ المثلية الجنسية والاساءة لرموز الاسلام يعني هاد شي عندنا في البلاد وادا جوابا على الناس اللي كتشفى كنشوف هذا المواضيع خطف الأطفال أو نازل حضانة الأطفال من الأسار المغربية أو هذه التربية الجنسية أو يعني يخرجون في الزاب ديال الناس في التعليق وسمع شنو قال الفائض راهد الشي اللي غادي وقع لكم يعني كين تشفي ما كان عممش ولكن يعني كين واحد المجموعة ديال الناس يعني في حل كينتشفاوا أبناء الجالية المغربية يعني اللي هاجروا من أجل يعني المساهمة في الاقتصاد ديال البلاد والمساعدة ديال العائلات ديالهم وأنتم عارفين الجالية يعني المشاريع اللي في المغرب والتحويلات ديال الجالية دائما يحطمون الأرقام القياسية ولكن كين شي قوم يعني متشبتين أو في حل نصي الموهم ما مرتاحينش يعني إذا كان شي حاجة كتدر أبناء الجالية المغربية فكت القاومة ما كيتشفاوا الموهم هاد الشيرة عندنا في البلاد احنا بعدها باقين كنتشكوا من التربية يعني الجنسية مالي وما ربما يعني هوما الغاو يعني ذاك اللولة ودابا يعني احنا ماشيين باشي الغاو يعني هاد الشي ديال الشدود الجنسي إلى آخره المهم المقال كيقول باللي تفجرت فضيحة من العيار التقيل وهي تلقين تلاميذ يدرسون في مدرسة تابعة للبيعتة الفرنسية بمدينة القنيطرة ومعلومات علمية الجنسية والميول الشادة ونشر أفكار مهينة لشخصيات ورموز الإسلام هاد الشي يعني مش بعيد مش اكتر من ذاك الشي ديال هنا مالي مش اكتر يعني هادو يحاربون الإسلام هادو جاو وتعطاهم ترخيص باش يعملوا المدارس في المغرب باش يحاربونا ويحاربوا الإسلام ويعلموا الوليدات ديالنا هاد هاد المصائب الكحلة وتعود تفاصيل القضية بحسب المحامي عبد الرحيم الجامعي دفاع وليي يعني أمري طفلين من أولياء التلاميذ المشاكين يعني كينجوز ديال تلاميذ الشاكو بهاد المدرسة إلى شهر يعني هاد الشي راجع إلى شهر دجمبر الماضي يعني فرص العام هذا اللي فات عندما بدأ التلاميذ يسألون أولياءهم عن معاني ما يتم تلقينه لهم من طرف إحدى الأساس ذا ليكتشفوا بعد ذلك أن الأمر يتعلق بتلقينهم معلومات عن المثلية والميول الجنسية الشادة وكذا بأفكار مهينة لشخصيات ورموز إسلامية ووجه أولياء تلاميذ مراسلات إلى إدارة المؤسسة المعنية وعقدوا اجتماعات مع مسؤوليها من أجل حدثهم على اتخاذ اللازم مع الأساس ذا المعنية غير أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء ملموس سوى تقديم وعد بتأطير المعلمة ما حذابهم إلى سلك طريق القضاء السؤال ديالي أنا بيكونوا هاد المدارس اللي كيجوا من دول أجنبية اللي كي تعطاهم ترخيص باش يقرروا الوليدات ديالنا وكان سبق لي سمعت هنا هناك كانوا أولياء ديال هاد الأباء كانوا خرجوا وكانوا يحتجوا ما عارش وش كانوا بغين يدخلوا لهم شي حصة من اللغة العربية وما بغاوش يعني ما بغاوش قل لكوا الدل احنا فرنسية احنا كنخلصوا باش تقرروا نوليدتنا الفرنسية فها الفرنسية هاشنو كيقرروا وما عرفش أنا واش كين مراقبة يعني على هاد المؤسسات التعليمية الخاصة وخاصة هاد اللي كتجي يعني من خارج المغرب واش كتكون شي مراقبة يعني شنو كيقرروا الوليدات او لا لا المهم وبحسب المصدر نفسه فقد باشرت الشرطة والنيابة العامة مسترة البحث في الموضوع وبحسب ما جاء في بلاغ إلى الرأي العام أصدره الجامعي فإن تلقين معلومات علمتلية والميول الجنسية الشدة ونشر أفكار مهينة لشخصيات ورموز الإسلام تمس المعتقد الديني لدى التلاميذ من جهة ومن جهات أخرى تدعوهم إلى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي وإشاعة التطورات تشيد بعلاقات بين أشخاص من الجنس نفسه هنا بغيت نوقف ونفتح واحد القوس ونقدر على بعض السلوكات أو فيديوهات اللي كيكونوا ديال شباب مغاربة يعني كيكونوا لابسين ديال اللباس أنتم عارفين ودك المربماد وكيقروا في هذه المدارس كيكونوا بلا من نقول شي حاجة اللي لمربما أنتم عارفين يعني كيكونوا لابسين دك القرون وذلك اللي كي تشبهوا بالشيطان يعني هذك شي مربما تعلموا في هذه المدارس هذه لأنهم كلهم كي يحضروا باللغة الفرنسية المهم ما مغيش أن هذا بورغزينو مربما نقول شي حاجة اللي راكم عارفين هنا اكتشف ما هو أخطر من ذلك حيث أدلى له طبيب شاب درس في نفس المؤسسة بشهادة أفاد بها هذا المحابي بشهادة أفاد بها بأنه درس عند المعلماء المتهمة بتلقي الأطفال معلومات على المثلية الجنسية والشدود وبأنه تلقى أيضا تلك المعلومات على يد معلماء نفسها التي قضت في منصبها 28 سنة يعني هذه المعلمة 28 سنة مربما يعني يكون كثرة عندنا المثلية في المغرب وهذا والسبب يعني سيكون هذه المؤسسات أو هذه المعلمة يعني 28 سنة وهي تلقي أطفال المغاربة يعني الميون الجنسي والإساءة يعني لرموز الإسلام كما جاء في هذا المقال وأضاف هنا ونعم واعتبر الجامعي اللي هو المحامي في البيان الذي أصدره أن تلقي تلاميذ معلومات عن المثلية الجنسية ونشر أفكار مسئة إلى رموز الإسلام يعني كيخرجوا الوليدة من الإسلام يعتبروا استغلالا بشعا لطفولة تلاميذ ومكرى بمستقبلهم وجريما في حقهم وانحرافا تربويا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون إلى رعاية تناسبهم مشيرا إلى أن النيابة العامة تضع يضها بحزم على هذا الملف الذي يقلق الأسر والأولياء والرأي العام المغربي وأضاف أن فتح النيابة العامة إجراءات المسترية التمهيدية وفر نوعا من الإتمئنان لأولياء ولأسر الذين يعيشون رغم ذلك قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وإدارة المدرسة لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل أطفالهم النفسي والدراسي والدراسي كرفض متابعة الدراسة وانعدام تقاف المدرسين والخوف من المحيط الدراسي كله وعدم الشعور بالأمن والسلام النفسي لديهم بالمربين التربويين خصوصا وأن مسؤولي المدرسة تجردوا من أي حزم حقيقي تجاه ما حدث وتجاه احتجاجات الآباء سمعتوا المسؤولين ديال المدرسة يعني ما قاموا بحتشي حالا ما قاموش يعني بدون ردة فعل أو يعني تواصلوا مع أولياء الأمور ديال التلاميذ أو طرد هذه المعلمة أو لأن هناك يتبعين بالإحتوامة موافقين على هذا المنكر المهم أنا ما نطورش عليكم بزر هذه مصيبة كحلى ما عرفت واشكين شي مراقبة لهذه المؤسسات خاصة هذه المؤسسات التعليمية اللي كتجي من خارج المغرب الله يحفظ ولداتنا ولدات مسلمين أجمعين تهنا بفرسكم الصحاب طوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبراكاته